الإغاثة التي تأتي بقلة وعلى شح ولا يسمح لها من قبل مصر ولا من قبل أردن إلا بكميات قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع ومع ذلك والذين يديرونها ناس أجانب الذين يتولون هذه الإغاثة ومرافقة الشحنات والشاحنات هم حتى أكثرهم وكثير منهم ليسوا فلسطينيين من جنسيات أخرى متطوعة فيهم إنجليز وفيهم من بولندا تبين لأن عندما استهدفتهم الطائرات الأمريكية الطائرات الأمريكية لابد من التأكيد على هذا لا ننسى لا نتكلم عن عدوان صهيني وحدة لابد أن نقرن معه أن نقرن معه العدوان الأمريكية هذا عدوان ثنائي وليس عدوان من جهة واحدة زي ما سموا في ال56 العدوان الثلاثي يجب أن يسمى هذا العدوان عدوان ثنائي أقل ما يمكن لأن الذي يقصف ويضرب والقنابل والصواريخ والمدمرات كلها صناعة أمريكية كلها ترسع إليهم من أموال أمريكا يقتلون العزل والمدنيين والأبرياء بطائرات أمريكية وبأموال أمريكية وبقنابل أمريكية وأمريكا تكافرهم يعني حتى بعد هذه الجرائم الكثيرة الكبيرة التي تشق عن الحصر وعن العد مع ذلك أمريكا مستمرة متمادية من ناحية الفعلية الواقعية في العدوان مع الصهاينة أرسلت وترسل الآن طائرات إضافية F-35 وF-18 وF-15 كل أنواع الأسلحة المتقدمة الآن ويعني تريد أن تزودهم أو ربما حتى وصلت إليهم القنابل القملة الواحدة وزنها ألف كيلو جرام طن يعني زلزلة تريد أن تزلزل كل شيء بحيث لا تبقى غزة صالحة للحياة فيما بعد على مدى عشرات السنين تصور قملة هي متع خمسين نصف كيلو يعني تترك دمار العمارة من عشرين طابق تنسفها ما تترك فيها شيء فلما أنت يتبعد لك قملة معنى ألف كيلو طن تصوش أنه الخراب والدمار يعني طبعا هم يريدون الأنفاق ويردون كذا ولكن هيهات هيهات والله كل أعمالهم ستعد عليهم بالهزيمة وبالذل